السلام عليكم شباب مقطع جديد مثل ما مكتوب في العنوان راح اتكلم على RTX 3080 في لعبة فورتنايت طبعا مثل ما تشوفوا RTX طبعا من Zotac احصل جيجابايت فاخد Zotac كويس اول شي راح نتكلم على FPS في لعبة فورتنايت مثل ما تشوفوا انا احاط الاعدادات على Low يعني كلها Low اوكي وكمان كمان كمان مطفل Motion Blur مطفل RTX وDLSS ومتل ما تشوفوا الحين يطلع ل 400 400 اقصى حاجة ماكس 420 ويوصل 370 بس ارتفع 450 ما شاء الله علينا الحين ركزت 450 هادة الاعدادات مرة Low شوفوا هذا مرة Low شوفوا كل الاعدادات بس ارتفع انا قادر او اقدر اخلي الفريمات مرة عالي عندما اسوي ريكوردنج فلما اسوي ريكوردنج يقل من قوة الجي بيو فعشان كده اعطاني 450 ماكس على Low سيتنج فإذا طفيت الريكوردنج يمكن يعطيني 500 لحدود 500 500 كده فمتل ما تشوفوا هادة اعدادات Low كل شي كوي و smooth ما شاء الله له فاخلينا نروح على ال Medium Medium راه اخلي هادة Full متل ما تشوفوا الحين صار الFPS 330 ماكس وينزل الـ 213 وينزل الـ 213 ومتل ما تقولوا لسه الفريمات متوصل الـ 300 وفوق الـ 300 طبعا وهذا مرة كويس على اعدادات Medium ما شاء الله شوفوا شوفوا الـ شوفوا الـ Shadows والحركات انا مدر اللي انزل هاي المدينة من اول بس يلا عالي هاتة طبعا على اعدادات Medium هاتة طبعا على اعدادات Medium كيب خلينا نرفع شوية نخليها هاي شوف كامراه يعطينا بضب تمام والله كويس معطينا فوق الميثين حوالي 260 ماكس وينزل الى 180-190 هذا على هاي يعتبر يعتبر كويس يعتبر مرة كويس هليني شوية بس ادور على الماب عشان تشوفوا الضلار والشادوز والحركات ايضا ايضا والفريمات يجب عندي ماكس 210 وينزل الى 180 هذا جدا كويس لعدادات ال ايبك جدا كويس فاخران اوريكم كيف وبعد شوية رح اشغل لكم الارت ايكس رح نشوف كامال فريمات مع الارت ايكس رح تصير ايضا ايضا هليني تشوفوا الشادوز والماكن الى ادخلها انا حلو جدا فخلونا اشغل الارت ايكس كمان هاذا الارت ايكس وحطوا العدادات كلها ايبك اوكي مشغل الارت ايك تشوف الشادوز والظل التابعي وكل شي تشوفه الانكاسات شكل اوضح فالفريمات عندي يعني نفسها 200 يزل ل 150 يعني ما في فرق كبير مرة مادي ايش السبب بس ما في فرق كثير مرة بالارت ايكس ولا حتى بالفريمات